في السياق نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض برنامجا سياحيا خاصا للوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 والذي تضمن زيارات لأبرز الوجهات السياحية والثقافية في مملكة البحرين وتهدف هذه الجولة إلى تعريف الزوار بتاريخ وثقافة البحرين وتعزيز تجربة المشاركين من خلال تقديم تجربة سياحية استثنائية تسهم في ترسيخ مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة بهدف التعرف على تاريخ وثقافة مملكة البحرين ونقل الصورة الواقعية الحية باعتبارها وجهة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتنظيم جولات سياحية للوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 إلى أبرز المعالم التاريخية السياحية والثقافية في مملكة البحرين هذه الرحلة الغنية بالمعالم والتراث التي عاشتها الوفود المشاركة تأكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين كوجهة سياحية استثنائية تعرفنا أكثر عن مملكة البحرين إيانا سوق الملامة والمتحف وتعلمنا الكثير صار حكرا مغين نشكرون بزفع لتلجولة هذه استفدنا فيها بزفع شفنا معاتر تاريخية زوينة بزفع عرفنا نيجة الاسم البحرين كتشفنا بزفع ونقولون شكرا بزفع كانت جولة زوينة المشاركون في دورة الألعاب المدرسية استمتعوا في رحلتهم التي أبحروا فيها لتترك انطباعا عميقا لدى الزوار لتعرفهم عن قرب على الهوية البحرينية وتوفر ذكريات لا تنسى صراحة كانت جولة رائعة جدا جميلة هم العدائين استفدوا كثير من المعلومات الخاصة بهذه المدينة القديمة في البحرين ولأنك تعرفوا أن العدائين والرياضيين يتنفسون عندهم منافسات قوية فاليوم يحل راحة استفدوا كثير وتمشى وشفوا هذه المآتر التاريخية ومعلومات قيمة كانت تنظيم في هذه البطولة جدا رائع ونحن مستمتعين في هذه الجولة السياحية الجميلة التي شاهدنا من خلالها المعالم التاريخية التي تعكس عراقة البلد وأنصح الجميع أن يعيش هذه التجربة الرائعة وتعد هذه الجولات السياحية الوسيلة الفعالة لتعزيز التفاعل والفرصة الجميلة التي ستبقى محفورة في نفوس الزوار لتعزز الفهم الثقافي وتعمق الروابط بين الزوار والمكان من خلال زيارتهم الأسواق الشعبية والمواقع التراثية والأثرية اشتركوا في القناة